بطلتنا لهذا اليوم يا جماعة بنت جدا 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 موهوبة ومجتهدة أثبتت لنفسها وللعالم إنك يا إنسان تقدر تكون أكثر من شيء واحد في وقت واحد تقدر تكون ممثل ومغني وشاعر ومهندس وطيار كمان رقاص لو تبغى أي شيء في الحياة تقدر تكونه إذا أنت تبغى البنت هذه دخلت مجال التمثيل وهي صغيرة وأبدعت شاركت في مسابقات للشعر والعقول أذهلت حتى في مجال عرض الأزياء ساهمت وأبهرت كافحت وقاتلت لأجل حقوق المرأة حول العالم ورسالتها أثرت وبالرغم من كل هذه الزحمة اللي في حياتها إلا إنها درست وتفوقت وتخرجت تعزف وتغني وترقص وتلعب بليه وأستاذة في اليوغا كمان وتلعب هوكي ورياضة التينيس تصورين إنه هذا كله في إيما واتسون ياب عزيز الوجيه وعزيزة الوجيهة إحنا نتكلم عن الجميلة واللطيفة جدا إيما واتسون ياهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة إن شاء الله تكونوا دائما بخير صحة وعافية أهلا وسهلا بكم في برنامج القصة البرنامج اللي نتكلم فيه عن قصص الممثلين والممثلات وعن أهم أعمالهم وبطلتنا لهذا اليوم وبناء على تصويتكم الأخير في منتدى اليوتيوب رح تكون النجمة اللطيفة والمحبوبة جدا إيما واتسون فعل السريع عزيز الوجيه اشترك في القناة لو ما كنت مشترك وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتي أول بأول والأهم من هذا كله إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب لأنه بيساعدني كثير غير كذا أربط حجامك ويلا بينا وبعدها نشوف لو بتقول لي إيش بك لابس قبعة وردية بالله إذا ما لبس قبعة وردية في فيديو إيما واتسون ألبس قبعة وردية المين؟ المارلوم براندو لازم إيش لكل مقام مقال زبابة إيما شارلوت دويري واتسون أو مثل ما عرفناها إيما واتسون وهي ممثلة وعارضة أزياء بريطانية من مواليد 15 إبريل سنة 1990 أي أن عمرها إلى تاريخ هذا الفيديو 31 سنة أكبر مني بسنة توقعتها صغر صراحة وبعدها ما لاحظت شيء أهلا الممثلين يعني ممثلين كثير تكلمنا عنهم طلعوا من مواليد شهر إبريل وهل مواليد شهر إبريل كلهم ناجحين؟ كذا؟ إيش الزالفة؟ ولدت إيما واتسون يا جماعة في باريس من أم أبريطانيين يب عزيزي الوجيه إما ولدت في فرنسا وتعلمت بعض من الفرنسية وهي صغيرة أدري إذا هي لالحين تتكلم فرنسي بس إيش؟ إنه كانت تتكلم فرنسي وهي صغيرة وبعدين سحبت على فرنسا أبوها كريس واتسون وكان يشتغل كمحامي وأمها جاكلين لوسبي وكانت برضو تشتغل كمحامية بس بس يا وجيه سي نو مور يا وجيه الأب محامي الأم محامية كلهم بريطانيين يحسر واضح إنه فيك ميستري في الموضوع أكيد إنهم ما انفصلوا هيل نو انفصلوا انفصلوا لما كان عمر إما واتسون دقريبا خمس سنوات سانوفا ببيبي سانوفا ببيبي حتى أنت يا إما يلا معل إما يا جماعة عندها أربعة أخوان أليكس وتوبي وأختين صغار توأم نينا ولوسي بعدما انفصل أمها وأبوها عن بعض إما انتقلت للعيش مع أمها في بريطانيا ولاحقا برضو الأب لحقهم وعاش معاهم في بريطانيا بس مو معاهم يعني كل واحد في بيت منفصلين بس إيش الأمور بينهم طيبة عادي إما يا جماعة عاشت حياة كريمة خالية من المشاكل حتى بعد انفصال أمها وأبوها أو حتى انفصال أمها وأبوها ما كان بشكل سيء كان بشكل ودي ولطيف جدا بل إنه علاقتها بأبوها جدا جدا ممتازة وتتواصل معاه بشكل مستمر وتروح عنده البيت أحيانا وتجلس عنده وتنام عنده الأمور طيبة ما بينها وما بين أبوها وكمان ما بين أمها ولكن حياتها معظمها كانت مع أمها إما يا جماعة مرة مرة تحب الدراسة دافورة تعرفش يعني دافورة بس كده إما دافورة مرة تحب شيء اسمه دراسة تحب تتعلم تحب تضيف النفسها أشياء جديدة كل فترة في المرحلة الابتدائية درست وتعلمت أشياء كثيرة جدا وهي لسه صغيرة تعلمت الرقص والغناء والشعر والباليه واليوغا ورياضة التنس والهوكي بل إنها فازت في مسابقة للشعر أخذت المركز الأول سوى مسابقة للشعر في مدرستها الأخت كتبت قصيدة وفازت بالمركز الأول وكمان هي في المرحلة الابتدائية دخلت مجال المسرح وبدأت تأخذ دروس في مجال التمثيل وأبدعت في مجال المسرح المدرسي وشاركت فيه مسرحيات مدرسية كثيرة جدا وخلال هذه الفترة الكل شاف إنه البنت الصغيرة هذه اللي اسمها إما واتسون رح يكون لها مستقبل باهر لا محالة سواء على خشبة المسرح أو على شاشة التلفزيون أو في مجالات ثانية بنت موهوبة ونشيطة يا جماعة وتحب تخوض تجارب جديدة بشكل مرة رهيب المهم يا حبيبي مرت الأيام وإما كبرت وصار عمرها عشر سنة وفي سنة 2000 بالتحديد جاءت شركة وارنر برادرس وأعلنوا إنهم محتاجين إلى ثلاثة أطفال يعني في سن متقاربة لبطولة فيلم أو سلسلة أفلام هاري بوتر وبطريقة ما قدرت أستاذة إما في المسرح أو اللي كانت تعلمها دروسة للتمثيل قدرت إنها توفر لها فرصة لتجربة أداء شخصية هرمايني تقول إما في البداية قلت أه معاد فيلم وعين يا بوي نحن لسة مسرح وصغيرة شاكل الموضوع طاق طاقة ولكن بما إنه توفرت لتجربة أداء أنا بروح وأنا ويش ورايا خسر أنا إيش أنا تعلمت عشرين ألف حاجة وحاجة ما عني مشكلة أخذ تجربة جديدة فشالت نفسها إما واتسن وعلى تجربة الأداء ولكن بعد أول تجربة أداء لها قالوا لها شوفي أنت كويسة بس نبغى واحدة يكون لها تجربة في التمثيل يعني ظهرت في السينما أنت كل تجربك في المسرح خالي نشوف بنردلك يعني لا أوكي ولا لا وترجعت أستاذتها في المسرح وقالت لا والله العظيم بإذن الله أنهم راح يخ留واك تأخذ الدور بأخذك تسوي لهم تجربة أداء ثانية وأخذتها الأستاذة وسوت تجربة أداء ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة وثامنة ايه والله ما امزح ثمان تجارب اداء سوتها ايما واتسون علشان تحصل على دور هيرمايني وبعد تجربة الاداء الثامنة وصلها اخيرا خبر انه مبروكة بنت حصلت على دور هيرمايني في سلسلة افلام هاري بوتر يا خراشي وانا اللي كنت ماخذ الموضوع طقطقه وتوقعت انه فرصتي ضعيفة لو مش بس كده كاتبت روايات هاري بوتر شافت اداء ايما واتسون في تجارب الاداء وقالت البنت ديه لازم هي لتأدي شخصية هيرمايني بشكل او باخر لازم يعني لازم قال من منها اخذت الدور؟ طيب اكيه الدور والحمد لله واخذناه كم راح تعطوني فلوس؟ كم راح اخذ مقابل اداء لشخصية هيرمايني في سلسلة هاري بوتر او في الجزء الاول؟ شي الحط والدي جيب طب طب لايس يطلع كويس في النهاية اتفقوا مع ايما على 125 ألف دولار ايما يعادل تقريبا نص مليون ريال سعود وكان هذا المبلغ مقابل مشاركتها في الجزء الاول فقط من هاري بوتر المهم يا حبيب الفيلم هذا كورنر بروذرز صرفوا عليه تقريبا حوالي 125 مليون دولار وكان مبلغ كبير في هذه الفترة ومغامرة كونه فيلم لسه جديد ولكن الصدمة والمفاجأة ان الجزء الاول من هاري بوتر فجر ام شباك التذاكر لايكات وحقق ايرادات تجاوزت المليار دولار امريكي حول العالم اما بالنسبة الامانال اداءها استحسان النقاد والجمهور الكل صار يسولف عنها وعن اصدقائها اللي معاها في المسلسل او في الفيلم عفوا بل انها كانت من اشهر الشخصيات الصغيرة في العمر هذه الفترة هي تخيل فجأة انك تكون كده ممثل على قدك لسه ما دخلت مجال الافلام ولا شيء كل تجاربك في المسرح وفجأة يجيك دور في واحد من اهم الافلام في تاريخ السينما لا ويكون هذا اول دور سينما الى كيقلع ام القوة يا اما يقلع ام القوة يا شيخة طبعا ارتباطها بسلسلة هاري بوتر كان بمثابة التزام كبير جدا خلاص انت الان مرتبطة بمجموعة افلام ما في لف ودوران وفي هذه اللحظة ممثلين كثير تصير لهم اشكاليات في الدراسة بمجرد ما يرتبطون بافلام ومسلسلات في سن صغيرة اما انهم يتركون الدراسة او تصير درجاتهم ضعيفة وتختلف ايش نتايجهم في نهاية السنة ولكن ايما واتسون على العكس تماما على العكس تماما انتم فاكرين في بداية الفيديو قلت لكم البنت مرة تحب المدرسة وتعتبر شاطرة ودافورة جدا ومشتهدة هي بالرغم من ان ارتباطها بسلسلة هاري بوتر عطلها عن دراستها الى حد كبير الا انها درست في البيت جميع المناهج اللي تطلبها خلال هذه السنوات وقدرت تختبر في جميع هذه المواد وجابت درجات عالية كلها اي و اي بلس تخيلوا كان بمكانها تقول يا عمي هاري بوتر ورواتبي بتوصل بالملايين بعد فترة اكمل دراسة ليه ولا ليه خلاص خليني يعيش على الملايين ولكن لا عزيزي الوجيه مش ايما واتسون ايما واتسون تقول انا ابغى اسوي كل شيء اقدر اسويه في الحياة هذه حتى انها درست الجامعة لاحقا في امريكا وتخصصت في مجال الادب الانجليزي وتخرجت بامتياز ونشرت لنفسها صور على السوشيال ميديا بلبس التخرج يحسعتر 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 فخر ما بعد وفخر المهم خلونا نرجع الى موضوع هاري بوتر البنت مثلت في الجزء الاول زي ما قلت لكم واخذت 125 الف دولار وفي الجزء الثاني برضو اخذت 125 الف دولار وفي الجزء الثالث برضو اخذت 125 الف دولار اما في الجزء الرابع بوم ارتفع راتبها الى 4 مليون دولار وفي الجزء الخامس قفز راتبها ووصل الى 10 مليون دولار والاجزاء الاخيرة اخذت عن كل جزء منها 15 مليون دولار لو بنقع نحسب الفلوس اللي طلعتها من هاري بوتر انا وانت بنجلس نصيح فالافضل انه ما نحسبش خليها كذا بس ارقام ما ندركها من ناتج وفي هذه الفترة يا جماعة وبعد الارقام الكبيرة اللي حققتها هذه من ناحية رواتبها دخلت اموات سنظيم قائمة اعلى النساء اجرا حول العالم بل وتصدرت صورها الصحف والمجلات واصبحت اصغر بنت ظهر صورتها على غلاف مجلة هذا غير انه نص العالم يعني كان يتمنى انه يتزوجها كل الناس كانوا مرة يحبوها وانت كمان انا متأكد انه باقي عندك امل تتزوجها ولكن احب اقول لك يحرم عليك يحرم عليك طيب يا جماعة ايه موات سنقلنا لكم تفوقت في دراستها وتفوقت كمان في مجال التمثيل وزيدكم من الشعر بيت البنت كمان دخلت الى مجال عرض الازياء وتفوقت فيه برضو وقعت عقد مع شركة بربري واخذت جوائز كثيرة في مجال عرض الازياء لو كمان شاركت في تصميم ازياء واشتغلت كمستشارة في مجال تصميم الازياء الخاصة بفصل الربيع لبعض الشركات بل واثناء عملها في عرض الازياء تم تصنيفها ضمن قائمة اكثر النساء اثارة حول العالم ومش مرة واحدة ولا مرتين ستة مرات على التوالي وراء بعض ست سنوات وراء بعض واما واتسون تدخل في قائمة اكثر النساء اثارة حول العالم تحسبني خلصت؟ لا باقي احنا نتكلم عن ااما واتسون اما واتسون الموهوبة جدا والقوية تمثيل وابدعت دراسة ونجحت عرض ازياء وابهرت وكمان ناضلت وكافحت لاجل حقوق المرأة حول العالم اما واتسون حصلت على لقب سفيرة للنوايا الحسنة لشؤون المرأة سنة 2014 ودافعت وكافحت بل ونشرت خطابات كثيرة حول العالم تدافع فيها عن حقوق المرأة وعن اهمية مساواة الرجل مع المرأة وساهمت في تعليم بنات كثير حول العالم وتبرعت بمبالغ وبملابس وباشياء كثيرة وكمان سافرت شخصيا الى عدة دول مثل بنغلاديش وزامبيا علشان تساهم في تعليم ونشر حقوق المرأة حول العالم كانت ما اخذ الموضوع شخصي مش مجرد مبادرة فعلا انا بنت ابغى اشتغل على موضوع مساواة الرجل مع المرأة بل انه من شدة موقفها تجاه دفاعها عن حقوق المرأة وصلتها تهديدات من جماعات مضادة لحقوق المرأة شوف يا بنت انت عملتلي فيها نسوية اقسم بالله العظيم لنسوي لك فضايح لنطلع لك صور من تحت الارض لا 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 كلام كثير وتهديدات كثيرة وصلت لاما واتسون ولكن في النهاية طلعت كلها كلام فاضي والله يا ذا الذبابة والله يا ذا الذبابة لو ما تطلع من حياة طيب يا جماعة زي ما قلت لكم البنت ممثلة ممتازة وطالبة خريجة وفخورة عارضة ازياء ناجحة ومدافع عن حقوق المرأة ايش تبغي اكثر من كذا يا ايما خلاص خلاص كفي الحلو في الموضوع انه كل الاشياء اللي حققت هذه وما زالت في بداية الثلاثينات لكم ان تتخيلوا ايش الاشياء اللي بتحققها لما يكون عمرها اربعين او خمسين سنة ايما واتسون انتي فخر للعالم السينمائي والازيائي والكل شي كونوا مثل ايما واتسون جربوا كل شي جديد تقدروا جربونا طبعا ايما واتسون يا جماعة بعد هاري بوتر ما وقفت حياتها في التمثيل وقالت خلاص انا بس طلعت كم مليون يلا سلام عليكم ولكن مثل ما قلت لكم البنت عندها اشياء كثيرة تسويها غير التمثيل حياتها ما هي واقفة على التمثيل فلذلك البنت ما كانت تمثل بشكل كامل يعني ما هي حاطة او مكرسة حياتها للتمثيل لا اوكي انا امثل شوية اعرض ازياء شوية اشوف حياتي شوية ادرس شوية وعلى كذا يعني تخيلوا انه خلال مسيرتها كاملة بنت بدأت تمثل من يوم هي طفلة والى يوم انا هذا ما مثلت الا في حوالي 24 عمل فقط ويمكن اشهر ثلاث افلام تابعتها الاما وحبيتها شخصيا هي هذه الافلام اللي بشاركها معاكم الان اول فيلم فيلم الدراما الرائع والجميل جدا The Perks of Being a Wallflower واللي صدر سنة 2012 فيلم يا جماعة جميل 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 جدا بكل ما تحمله كلمة جميل من معنى اذا انت تحب الدراما طبعا راح يناسبك مرة وكانت قصة الفيلم عن بنت وشاب ثاني وعن احتضانهم لصديقهم ومساعدته في الخروج من مشاكل حياة تحبوا الدراما الفيلم هذا واو رهيب مره رهيب ومؤثر الفيلم الثاني فيلم نوحو اللي صدر عام 2014 وعلى الرغم من الفوضى اللي سببها الفيلم في بعض الدول وفيه دول كثيرة منعت عرضه اصلا وقتها الا ان الفيلم يظل من فئة الافلام الاقل من جيدة وليست الممتازة ويحكي الفيلم قصة الطوفان العظيم وسفينة نوح وقصة غرق الارض ومن عليها بالاضافة الى بعض التفاصيل الثانية اللي تم الاستعانة فيها بسفر التكوين او التورات ويمكن هذا احد اسباب الضجة اللي عملها الفيلم في الوسط العربي والاسلامي انه تم الاستعانة بالتورات بدلا من الكتب الاسلامية اما بالنسبة للفيلم الثالث وهو فيلم الجميلة والوحش او بيوتي اند ذا بيست واللي صدر عام 2017 واللي هو النسخة الحية من فيلم ديزني الكرتوني اللي صدر سنة 1991 وقدمت فيه ايمادور فتاة لطيفة ومتواضعة تلتقي بامير تم تحويله الى وحش بواسطة ساحرة وتحاول الفتاة اللطيفة هذه انها تساعد بكل الطرق فيلم مرة جميل ولطيف ومناسب لمن هم فوق 13 سنة اما بالنسبة لجوائزها او الترشيحات اللي ترشحت لها ايمة ترشحت تقريبا لأكثر من 90 جائزة في مجال التمثيل وفازت بحوالي 24 جائزة منها فقط ولكن للأسف ايمة الى يوما هذا ما حالفها الحظ لا مع الاوسكر ولا حتى الجولدين جلوب ربما مستقبلا مش الحين ياب اذا رجعت الى عالم التمثيل وصارت تمثل بشكل اكثر ممكن تترشح وممكن تفوز ليش لا ايمة خلال مسيرتها يا جماعة واعدت اشخاص كثير بعضهم كان بشكل رسمي وواضح والبعض الاخر كان بشكل غير رسمي او انه ايش كانت شائعات غير مثبتة ومن ضمن الشائعات اللي انتشرت انه ايمة كانت تواعد الامير البريطاني هاري يابا الامير هاري المرتبط بميغن حاليا كانوا يقولون انه هو واما واتسون يتواعدون ولكن تم تصنيف هذا الخبر على انه اشاعة وكمان يشاع انه ايمة واتسون وعدت الكراش تبعها في سلسلة هاري بوتر توم فيلتون ياب عزيزي الوجيه وعزيزتي الوجيهة ايمة اعترفت وقالت انها كانت معجبة جدا جدا بزميلها في سلسلة هاري بوتر توم فيلتون وانتشرت لهم مؤخرا او قبل كم سنة صور مع بعض في السوشيال ميديا ولكن ما تم اثبات انه هل كانوا على علاقة ولا لا بس ما كان فيه شي رسم ويفترض انه ايمة حاليا مرتبطة برجل اعمال بنفس عمرها اسمه ليو روبنتون ختاما عزيزي الوجيه اذا عندك حيوانات اليفة ومبتلش وشي تسميها احب اقولك انه ايمة واتسون عندها قطتين واحدة اسمها ببلز ثانية اسمها دومينو انا داري ليش قاعد اشارك معاك هذه المعلومة ولكن انا متأكد انك من الناس هذوليك الليش عاطين في بالهم انك يوم من اليوم راح تقابل ايمة واتسون وراح تعزمها على كوب قهوة وتصور معاها سناب شات وسحب اقولك من الحين انت صاحي ايمة واتسون مرة واحدة سمي بساسك على اسمها بساسها سمي طيورك على اسمها بسها بس انسى الموضوع يا شيخ راكل شوف حياتك وفي حال انك تسأل كيف علاقتها مع اصدقاءها الممثلين من سلسلة هاري بوتر احب اقولك انه ايمة صرحت شخصيا وقالت انه علاقتها مع اصدقاءها من سلسلة هاري بوتر جدا 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 ممتازة ويتواصلوا بشكل مستمر بل انهم يتقابلوا احيانا بشكل حضوري ويجلسوا مع بعض ويتبادلون ويقلبون ذكريات الطفولة الجميلة اللي عاشوها مع سلسلة هاري بوتر وغيرها واخيرا ثروة ايمة حاليا تقدر بحوالي 80 مليون دولار امريكي ومن 2019 والى يوما هذا ايمة واتسون ما اخذ استراحة عن التمثيل ما ندارها راح تمثل ولا هي مقاعدة جيها عروض ولا هي قاعدة ترفض العروض ولكن من 2019 الى يوما هذا ما عندها اي فيلم ولا فيه اي شيء معلن راح تشارك فيه الى هنا نكونوا وصلوا لنهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة لو ما كنتم يشترك وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتي اول باول والاهم من هذا كله عزيز الوجيه اضغط على زر الاعجاب لانه افضل شيء تقدر تسويه علشان تدعم القناة وتخلي المحتوى يوصل الى اشخاص جدد كم معاكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم